للأخوان الموجودين هنا من التحالف في عدن أنهم لم يضبطوا هذه القوات التي تشتغل تحت أمر التوم فهنا نجد نقاط من داخل الميناء إلى داخل أبضالع تصريح جديد لوزير النقل صالح الجبواني يجدد فيه دعوته لإعادة تقييم العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف الوزير الذي عرف بجرأته في طرح مواقفه السياسية وكشف التصدعات التي أصابت علاقة الحكومة بأطراف في التحالف يعود مجددا لطرح أسئلة شائكة حول طبيعة القوات التي تسيطر على الهياة العامة بعدا وحركة النقل والتجارة فنحن من هنا نقول لهم يا أخوتنا في التحالف لنصح كل الأخطاء نحن وأنتم نحن أيضا عندنا أخطاء لنصح كل الأخطاء نحن وأنتم ونبدأ مرحلة جديدة لكي ننتصر على الحوثي لا مجال لدينا أن ننتصر على الحوثي الميليشيات والفصائل والقوات غير النظامية الخاضعة لسلطة الإمارات في عدن تمارس نوعا من التضييق على الحياة العامة بدءا باحتجاز البضائع والمعونات في الموانئ والنقاط الأمنية الخاضعة لها مرورا بإعاقة حركة التنقلات المواطنين والنازحين وصولا إلى قمع الحريات ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية نقاط تمتد من ميناء عدن إلى الضالع تعمل على تعطيل وصول بضائع وحاويات لتجار في المحافظات الشمالية لغة الوزير الاحتجاجية تكشف عن الحالة التي أوصلت الشرعية في عاصمتها الثانية إلى الاستلاب السياسي وخروج القرار الأمني من يدها ليعود السؤال مجددا بعد أربع سنوات ما الذي تحقق من هذا التحالف خصوصا أن ما تشهد بقية المناطق المحررة أو تلك التي لم تطلها أقدام ميليشيات الحوثي كالسقطرة والمهرة التي باتتا تشهدان صراعا وجوديا بين أبناء الأرض والقوات التابعة للإمارات والسعودية وأكد لكم بإذن الله أن أهل السقطرة سيكونون جزءا من الإمارات صراع نفوذ يكاد يقوض سيادة البلد أمام مسمع ومرأة من شرعية تشك على خسارة مشروع استعادة الدولة والحفاظ على ما تبقى من أراضي بلد يضيع بينما خالب الضباع اشتركوا في القناة